أهلنا بكم في برنامجنا الرئيس السابع والأربعون بعد قرابة ثلاثة أسابيع من انتخاب دونالد ترامب لمنصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة شرع رئيس المنتخب في تشكيل فريقه الجديد ترامب اختار مجموعة دعمته خلال حملة الانتخابية وقبلها فكيف يتم تشكيل الفريق الجديد؟ وما هي الآليات التي يعتمدها ترامب في اختيار مساعديا؟ منظمة المنوات أتدى أنه في حالة الأشخاص وإن أجبب على صحات أيضاً أنه تمت منجموعة الركز على دعم الترجمة قسم تجربها من خلال العبور أجب أن نرى الجدد تقول لا يبقين بأن جداً أنني جداً يحتاجي بترجمة نظم والأجبال أليس الوضع من نظ scarce العديد المنوات وأشكرت المنواتي أن تعتقد بأن الجديد تصل عليها وإن كنت قريبا ما تنظمت عليها عندما انظروا ما يتوقعوا في العالم الحقيقي اظنوا في العالم الحقيقي كبيراً كبيراً من ما يتوقعوا و هذا ما أعتقد أنه يتعرض هذه المؤسسات و يتعرضهم جميعاً للمتحدة اليوم و أنا أتوقع جداً كما أعتقد أن الكثير من الناس في التفاصيل ذكرت صحيفة Wall Street Journal نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتقب دونالد ترامب يدرس تكليف كيفين وارش بوزارة الخزانة الأمريكية كما استمعنا قبل قليل لحديث الرجل رجحت الصحيفة أن يقوم ترامب بتكليف كيفين الاقتصادي وعضو مجلس محافظية الاحتياطية الفيدرالي السابق لقيادة مجلس الاحتياطية الاتحادي لاحقاً عقب انتهاء ولاية جيروم باول في عام 2026 ترجمة نانسي قنقر كذلك أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام باندي لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات جيتس وكتب ترامب على منصة تروث سوشل أن ما حدث ولفترة طويلة من استخدام وزارة العدل أداة ضده وضد جمهوريين آخرين لن يحدث بعد الآن وباندي مقربة من ترامب وهي عضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020 وكانت ترامب قد عينها بالفعل في نهاية ولايته الأولى في منصب مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن إضافة إلى هذا التعيين اختار رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ماتيو وديكر مرشحا لمنصب السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي ناتو وقال ترامب في بيان أن وديكر سيضمن تعزيز مصالح الولايات المتحدة والدفاع عنها وسيعمل على تعزيز العلاقات مع الخلفاء في ناتو وسيصمد في مواجهة التهديدات للسلام والاستقرار حسب التعبير يذكر أن وديكر كان قد عمل لفترة وجيزة قائمة بأعمال وزير العدل في ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض موسيقى ترجمة نانسي قنقر وفي سابقة هي الأولى من نوعها كشف موقع أكسيو سن البيت الأبيض سيسمح لصناعي المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي بالدخول إلى قاعة جيمس بريدي للمؤتمرات الصحفية خلال الولايات الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب ووفقا للموقع فإن ترامب يعتزم منح اعتمادات لدخول البودكاسترز واليوتيوبرز وصناع المحتوى ونجوم المواقع الاجتماعية إلى القاعة للمرة الأولى في التاريخ حيث يدل المتحدث باسم البيت الأبيض وأحيانا الرئيس بتصريحات ترجمة نانسي قنقر معنا من واشنطن مراسل الحرة هشام برار ووفاء إجباعي كذلك من واشنطن ومن وزارة الخارجية ميشيل غندور مرحبا بكم جميعا زملائي الكرام لعلي أبدأ مع هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض هشام ما هي خلفيات هذه التعيينات التي أعلن عنها ترامب وكذلك فيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة وتغيير بعض الأسماء كجيتس وبكل تأكيد كما نلاحظ الآن الرئيس والمتخب دونالد ترامب يعود إلى أسماء قريبة ليس فقط مقربة من رئيس نفسه بل أيضا قريبة إلى التيار الرسمي للحزب الجمهوري الذي عرض بقوة مات جيتس بام بوندي ليس فقط من حلفاء الرئيسي الأمريكي السابق ومن المدافعين عنه خلال إجراءات العزل وبقاوها في دائرته الضيقة وإظهرها الكثير من الإخلاص لعلاقتها به لكن لا حد يختلف هنا بين الجمهوريين ولا حتى الديمقراطيين حول مؤهلاتها وكفاءتها لتولي هذا المنصب أول إمرأة كانت شغلت منصب مدعي عامة في ولاية فلوريدا ولاية كبيرة على مدى 18 عاما حاربت خلالها تهريب المخدرات الهجرة غير الشرعية والجرائم كلها أولويات للأجندة السياسية للجمهوريين وبكل تأكيد للرئيس دونالد ترامب ووعود انتخابية له نشير إلى أن هذه المؤهلات نفسها هي التي وضعها ودفع عنها الديمقراطيون ورواها أنها تؤهل كما هارس للرئاسة باعتبارها مدعية سابقة أيضا في ولاية كاليفورنيا نشير إلى أيضا زوال وتنحية وسحب مات جيتس يمنح الرئيس المنتخب رصيدا سياسيا أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي بين الجمهوريين الذين قد يجدوا صعوبة في اعتراض وعرقلة ترشيحات أخرى لمناصب أخرى في حكومة دونالد ترامب فبالتالي هذا الرصيد الرئيس الأمريكي يبدو أنه يريد أن يوظفه على وجه براغماتي بوضع بانبوندي مثلا وترشيح محتمل لمارك وورش على رأس وزارة الخزانة الأمريكية مارك كيفين وورش من الأشخاص المألوفين كان مستشاراً اقتصادياً للرئيسي الأسبق جورج بوش وأيضاً الذي رغبه في أن يكون على هرم الاحتياطية الفيدرالي ويبدو أن هناك تسيغة لوضعه في منصب وزير الخزانة إلى حين تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس الاحتياط الفيدرالي في العام الفين وستة وعشرين فالآن نعود إلى أسماء التيار الرسمي الأسماء المألوفة التقليدية للحزب الجمهوري التي لديها كفاءات ومؤهلات تتناغم مع الشكل والأوصاف والخصائص التي يتطلبها مجلس الشيخ لقبول وتثبيت التعيين طيب نتحول إلى ميشيل غندور من وزارة الخارجية ميشيل أي التعيينات تؤثر أكثر في السياسة الخارجية الأمريكية أي الأسماء بالطبع وزير الخارجية الأمريكي الذي هو ماركو روبيو بحسب تسمية الرئيس ترامب إضافة إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إليز ستيفانيك وسفير الأمريكي الذي سماه أيضا الرئيس المنتخب لإسرائيل مايك هاكبي إضافة إلى مستشار الأمن القومي مايك وولتس كل هذه الأسماء مهمة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية وانطلاقا من هذه الأسماء يمكن الاستخلاص أن سياسة إدارة ترامب خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط ستكون متحالفة وداعمة إلى حد كبير لإسرائيل وفي هذا الإطار نذكر بما قاله مايك وولتس بعد ساعات من صدور مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بأن الإدارة المقبلة ستتخذ الإجراءات المناسبة وذلك ضد المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرها إضافة إلى الأمم المتحدة بأنهما منحازتين ضد السامية وضد إسرائيل إضافة إلى السفيرة الأمريكية إليز تيفانيك التي تؤيد إسرائيل بشكل كبير السفير المعين أو المسمى من قبل الرئيس ترامب لإسرائيل مايك هاكبي صرح لراديو إسرائيل بأنه قد يمكن أو يمكن أن يكون ضم ما سماه بيهودة والسامرة أي الضفة الغربية إلى إسرائيل في عهد إدارة ترامب المقبلة وزير الخارجية ماركو روبيو بالطبع هو مع إسرائيل وداعم لها وضد إيران ووكلائها في المنطقة وخصوصا حركة حماس وحزب الله هو بالطبع مؤيد لسياسات الرئيس ترامب خالف الرئيس ترامب في قراره في الإدارة السابقة عندما أعلن أنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا لكنه كان أيضا مع الحرب الأمريكية في العراق وهذا ما يعرضه الرئيس ترامب هو متشدد ضد فنزويلا ضد كوبا وأيضا ضد روسيا ومع تقديم أسلحة والدعم لأوكرانيا وذلك ربما يخالف أيضا مواقف الرئيس ترامب وبعض المحيطين به وهذه العنوين العريضة للأسماء المطروحة للحكومة المقبلة تؤشر إلى أن الرئيس ترامب سيكون متشددا تجاه إيران سيعود إلى حملة الضغط القصوى على إيران سيمنعها من تصدير النفط سيكون متشددا ضد وكلائها في المنطقة داعما لإسرائيل سيحاول إحلال السلام في الشرق الأوسط كما قال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وتوسيع إطار اتفاقات إبراهيم إضافة إلى عنوين أخرى تتعلق بالمنطقة طيب نتحول إلى وفاة جباعي من واشنطن هي مراسلة الحرة في وزارة الخارجية الأمريكية وفاة إضافة إلى هيكسيث ما هي الأسماء المؤثرة على الوزارة وعلى أكبر الوزارات في الولايات المتحدة التي تتلقى الدعم اليوم نعم في الحقيقة هيكسيث كان هو الاسم الأبرز والوحيد حتى الآن الذي كشف عنه الرئيس ترامب وهناك بعض التقارير والأخبار التي يتم تداولها عن نية أيضا الرئيس المنتخب تغيير رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية طبعا هذا الاختيار لهكسيث كان أثار الكثير من التحفظات كما ذكرت هي أكبر وزارة وتتحكم بأكبر جيش في العالم كان هناك تحفظات على شخصه كونه لا يتمتع بالكفاءة أو الخبرة اللازمة كما قال عدد من المسؤولين بشكل غير رسمي طبعا في البنتاجون وإن كان خدم في الجيش الأمريكي في فترات زمنية ولكنه لم يختبر الشؤون الدفاعية بشكل مباشر وأيضا هناك تخوف مما يتم تنقله حول نية الرئيس المنتخب تغيير عدد كبير من الجنرالات إلى جانب براون الجنرال براون رئيس هيئة الأركان أيضا كان هناك تحفظات من العنصر النساء داخل البنتاجون بسبب مواقف هكثاث وهو كان أعرب عن معارضته لخدمة النساء في ميدين القتال وأيضا هذه المخاوف زادت بشكل كبير في اليومين الأخيرين بعد أن نشر تقرير من الشرطة يظهر بأن هكثاث كان تعرض لشكوى أو تقدمت إحدى نساء شكوى ضده عام 2017 ودعت بهذه الشكوى أنه اعتدى عليها جنسيا ولكن هكثاث اعتبر أو أكد بأن التحقيق معه انتهى وأن العلاقة بينهما كانت بشكل متوافق ومتفق عليه وأنه لم يقم بأي عمل خاطئ في هذه العلاقة نعم نشكرك شكرا جزيلا وفاء جباعي من واشنطن كذلك هشام برار من واشنطن وأيضا من وزارة الخارجية الأمريكية ميشيل غندور شكرا جزيلا لكم زملائي على نقل الصورة والتفصيل كذلك مشاهدين فيما يتعلق بالطريق نحو البيت الأبيض عاقب فوز ترامب بولاية ثانية منح القاضي في المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإذن بالسعي لرفض قضية شراء الصمت وأرجى بذلك النطق للحكم الذي كان مقررا الأسبوع المقبل وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري ولكن ممثلي الادعاء في مكتب المنتعي العام لمنطقة منهاتن طالبوا في وقت سابق من هذا الأسبوع من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك النظر في تأجيل جميع الإجراءات في القضية لما بعد انتهاء فترة ولاية ترامب الرئاسية الثانية التي تستمر لأربع سنوات واعتبر محامو ترامب أنه يجب حجب القضية لأن استمرارها أثناء رئاسته للولايات المتحدة من شأنها أن تسبب له عقبات غير دستورية تحول دون قدرته على الحكم للمزيد حول هذه الخطوة الجديدة معنا مراسل الحرة من نيويورك توني نتاف توني أهلا بك توني في أي اتجاه الآن تذهب القضية ما هي التفاصيل حول هذا المنح الذي منحه القاضي في المحكمة العليا لترامب هو بالفعل فصل جديد تدخله هذه القضية قضية أموال الصمت وفي مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس المنتخب طبعا دونالد ترامب هذا الفوز الذي أثر كثيرا على مسار هذه الدعوة هنا يعني أتى هذا القرار اليوم في ضوء طبعا فوز الرئيس ترامب في الانتخابات في الانتخابات الأمريكية وأيضا ردا على طلب قانوني كان قد تقدم به محامو الرئيس المنتخب يجب يطالبون به يعني من خلال هذا الطلب القانوني رفض وألغاء كل التهم الموجهة للرئيس المنتخب دونالد ترامب من خلال قضية أموال الصمت لأن إبقائها يلوح يعني في الأفق أثناء وجوده رئيسا في البيت الأبيض من شأنه أن يتسبب بعقبات غير دستورية بحسب ما وصفه المحامو الدفاع عن ترامب وقد يعيق قدرته على الحكم وقال مكتب المدعي العام ألفين براك في رد واضح وصريح في أنه سيجادل ضد رفض هذه القضية هذا التنويه أشار له المكتب المدعي العام أيضا خلال يوم الثلاثاء عندما تحدث عن انفتاحه لتأجيل تنفيذ الحكم أو النطق بالحكم إلى مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس المنتخب ترامب لكنه وافق إذن على أن ترامب يستحق الوقت لعرض قضيته من خلال طلبات مكتوبة قانونيا وحدد القاضي ميرشن يوم الجمعة الثاني من ديسمبر موعدا نهائيا لتقديم ترامب طلب رفض الدعوة ومنح المدعيين العامين حتى التاسع من ديسمبر للرد على هذا الطلب ولكن لم يتم تحديد موعد جديد للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل هذه الإجراءات معلقة فيها كما لم يشير ميرشن إلى متى الموعد محدد الذي سيكون للحكم على طلب ترامب ومحاميه برفض هذه الدعوة تحديدا طيب توني ماذا يقول خبراء القانون في هذه الخطوة كيف ستؤثر على القضية برمتها الآن يعني قانونيا لا شك الحسن هناك الكثير من التأثيرات والتعقيدات القانونية التي تفرد نفسها مجددا بسبب ونتيجة فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بهذه الانتخابات يعني قانونيا يشير الخبراء إلى احتمال أن يؤجل القاضي ميرشن النطق بالحكم إلى مرحلة غير محددة أو أن يلغي هذه التهم من أصلها أو يمكن أن يؤجل تنفيذ الحكم إلى مرحلة انتهاء إلى مبعد انتهاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب من ولايته في البيت الأبيض هناك عدة سيناريوهات ولكن المرحلة المقبلة والأكثر يعني نحن الآن مشرفون عليها هي مرحلة الطلب الرفض والغاء التهم التي تقدم بها محامو ترامب هذا الطلب سيرد عليه المحامو الادعاء في التاسع من ديسمبر وبعدها سيقرر القاضي ميرشن ماذا ستكون المرحلة المقبلة هل سيقبل بطلب الرفض على أساس أن محامو الدفاع عن ترامب قدموا إثبتات ودعوة وحجج ثابتة تمكن القاضي من إلغاء هذه التهم أم سيضطر إلى الإكمال بهذه القضية وتحديد موعد النطق بالحكم وتنفيذ الحكم في مرحلة لاحقة شكرا جزيلا توني لداف مرسل حراء من نيويورك على هذه التفاصيل شاهدين الآن ننتقل إلى زميلة زينة لمعرفة النتائج والتفاصيل للجدل في الولايات المتحدة بعد إعلان النائب الجمهوري مات جيتس سحبة رشحه لمنصب وزير العدل إليك زينة نعم الحسن ازداد الجدل في الولايات المتحدة بالفعل بعد إعلان النائب الجمهوري مات جيتس سحبة رشحه لمنصب وزير العدل الذي اقترحه عليها رئيس المنتخب دونالد ترامب جدل شكك من خلاله معارض ترامب وحتى من أعضاء الحزب الجمهوري في مدى قدرة عدد من الأسماء التي اختارها فريق ترامب إلى حد الآن للعمل في الإدارة الأمريكية الجديدة جيتس الذي تلاحقه منذ فترة سلسلة من التحقيقات والاتهامات تشمل فضائحة جنسية كما يخضع لتحقيقات أخرى تتعلق بتعاطي المخدرات سوء استخدام أموال الحملة الانتخابية ونشر محتوى غير لائق بين أعضاء مجلس النواب كما عرض عدد من الجمهوريين ترشيحه وعلى ما ينتظر ترامب طويلا على ما يبدو لتعويض جيتس ببام باوندي المقربة منه وكانت باوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوك ومنضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانونية لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا ترامب واجه نقدا لاذعا أيضا لسيما من الديمقراطيين بعد إعلانه عن أسماء مرشحين آخرين لتولي مناصب حساسة في إدارته المقبلة من بين هذه الأسماء بيت هيك سميث المذيع في شبكة فوكس نيوز والذي تم اقتراحه كوزير للدفاع حجسا لحقته في السابق فضائح جنسية كما أن كثيرين لا يعتبرونه أو يعتبرونه لا يمتلك من الكفاءة ما يسمح له بإدارة البنتاجون في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم اسم آخر مثير للجدل وهو الديمقراطي السابق والمرشح السابق لرئاسة هذه السنة روبرت كيندي الذي اقترحه ترمب يكون على رأس وزارة الصحة مع معرفة الجميع لمواقف كيندي المشككة في جدوى اللقاحات من الأسماء البارزة الأخرى التي تحوم حولها العديد من الأسئلة هو إيلون ماسك إيلون ماسك الذي سيقود هيئة مستحدثة لخفض التكاليف الحكومية بينما تتمتع شركته بعقود بمليارات الدولارات مع الحكومة الفيدرالية الأمر الذي دفع بالكثير من الأطراف إلى تعبير عن مخاوفها من وجود تضارب واضح للمصالح فيما يتعلق بماسك من جهة أخرى ذكرت العديد من التقارير الصحفية الأمريكية أن رئيس المنتخب يدرس ترشيح المصرف السابق كافين وارش لمنصب وزير الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياط الفيدرالي لاحقا عقب انتهاء ولاية جيروم باول سنة 2026 في موضوع ثاني رئيس أعلنت ولاية تكسس منح إدارة رئيس المنتخب دونالد ترامب أرضا على الحدود مع المكسيك لبناء مركز ترحيل لدعم خطته المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين لماذا؟ لدعم خطته المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين وقالت مفاوضية تنظيم المدن في ولاية تكسس في بيان إنها ستمنح ترامب نحو 570 هكتار من أراضي الولاية الواقعة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أجل مساعدة إدارته على تنفيذ خطتها المتعلقة بطرد المهاجرين غير الشرعيين كما كتبت المفاوضة في رسالة إلى ترامب أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لأسماح ببناء الجدار الحدودي في تكسس في ذات الصدد انطلق آلاف المهاجرين يوم الأربعاء في رحلة من جنوب المكسيك في محاولتنا للوصول إلى حدود الولايات المتحدة قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه بهدف تفادي إجراءات مراقبة الهجرة المحتملة وانطلقت القافلة بعد الساعة الخامسة صباحا بقليل وتتألف من مهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية يأمر هؤلاء المهاجرون أن يسمر نظام تعيني لجوء في العمل خلال أسابيع المقبلة كما ناشد الحكومة المكسيكية أسمح لهم بحرية الحركة في جميع أنحاء البلاد لتسهيل وصولهم إلى الولايات المتحدة للمزيد من التفصيلات ينضم إلينا من ولاية تكساس جنوبية الولايات المتحدة مراسلنا من هناك أحمد أرهيد أحمد أهلنا بك معنا إلى هذه النشرة إذن منح الترخيص وأراضي من قبل ولاية تكساس لرئيس دونالد ترامب لإنشاء مراكز لترحيل مهاجرين غير الشرعيين هل كانت تعطينا تفصيلات أكثر عن هذا القرار وهل ستقدم تكساس هذا العرض فقط أم ستكون هناك ولاية أخرى تقدم عروض أخرى من هذا النوع للرئيس المنتخب مرحبا زينا في الحقيقة ولاية تكساس شرعت بالفعل في بناء الجدار الحدودي في هذه الأرض التي تقع على مقاطعة ستار قريبا من الحدود المكسيكية هذه الأرض تبلغ مساحتها أكثر من 1400 فدان تقول ولاية تكساس إنها مستعدة لمنح دونالد ترامب المزيد من الأراضي في حال أراد المزيد أيضا تحدثت دون باكينغ هام وهي مفوضة الأراضي هنا في ولاية تكساس وهي جمهورية قالت إنها مستعدة تماما للعمل مع الوكالات الفدرالية لمساعدة دونالد ترامب في تنفيذ خطته التي تعحد بتنفيذها وهي القيام بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة فور تسلمه المنصب هذا الطرح في الحقيقة يجد الكثير من التأييد هنا من قبل الجمهوريين في ولاية تكساس والتي سجلت أرقام كبيرة في الانتخابات الماضية فيما تعلق بمقاعد مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ بالإضافة إلى التصويت الكبير الذي حظي به الرئيس المنتخب دونالد ترامب من هذه الولاية هناك بعض الصور الجوية التي توفرت لهذه الأرض هي مساحة شاسعة أرض مسطحة بتضاريس جيدة للغاية تقول كذلك أيضا مفاوضة الأراضي هنا هي قريبة أيضا من مدينة مكلين مدينة مكلين بها مطار دولي وهناك جسر أيضا يربط ما بين المكسيك والولايات المتحدة في تلك المنطقة إذن التحديات اللوجستية تقول السلطات هنا إنها مستعدة لمساعدة دونالد ترامب في مواجهة تنكاء التحديات من خلال منح الأراضي ومن خلال كذلك قانونيا مسموح هذا القرار أحباد بحسب المختصين مع الوكالات الفيدرالية بحسب المختصين قانونيا هل يسمح لولاية تكساس منح أراضي ورخصة للرئيس ترامب من الناحية القانونية هذه الأرض كانت تملكها سيدة في الحقيقة وهذه السيدة كانت ترفض دخول سلطات إنفاد القانون إلى هذه الأرض قامت سلطات ولاية تكساس بشراء هذه الأرض هذا ما أوضحته مفوضة الأراضي داون باكينغام فيما يتعلق بهذه القضية وفور إنهاء عقد الشراء وتحويل ملكية هذه الأرض من الملكية الخاصة إلى ملكية مفوضية الأراضي في ولاية تكساس تقول سلطات ولاية تكساس إنها شرعت في بناء الجدار الحدودي في تلك المنطقة وتهيئت المكان ربما لبناء مراكز احتجاز أو ربما لبناء أي مراكز أخرى للعمليات الفنية واللوجستية لمساعدة ترامب في تنفيذ خطته من المتوقع أن نشاهد بعض الجدل القانوني والحقوق من قبل بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية هنا لسيما في المدن الكبرى كمدينة دالس وهيوستين وأوستين لكن بشكل عام هناك انفتاح كبير من قبل سلطات هذه الولاية مع إدارة ترامب المنتظرة على عكس ما عليه الحال الآن بين إداء سلطات هذه الولاية الجمهورية والحكومة الفيدرالية في واشنطن أحمد الرهيد من جنوب الولايات المتحدة تحديدا من ولاية تكساس شكرا جزيلا لك لتكملة هذه الصورة عن هذه القضية ينضم إلينا من تكساس جوليان أغلر مراسل صحفي من الحدود الجنوبية أغلر أرحبك معنا إلى هذه النشرة إذن نتحدث اليوم عن منح تكساس ترخيص ترامب بتشهيد مرافق ترحيل إذا ما حدثتنا عن الناحية القانونية والناحية الإنسانية لهذا القرار وإمكانية دعمه وتقويته لقرار ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإذا ما كانت هناك ولاية أخرى ستحظو ذات الحد نعم شكرا لاستضافتي مكتب الأراضي في تكساس قدم هذه الأراضي إلى الرئيس المنتخب حتى الآن لا نعرف إن كان الرئيس المنتخب سيوافق على ذلك ولكن طبعا عندما نتكلم عن التحديات التي يمثلها المهاجرون إما غير الشرعيين أم الذين يتقدمون بطلب للجوء السياسي فإن ذلك سيكون أساسيا بالنسبة لإدارة ترامب والسؤال هو كيف ستكون عملية ترحيل هؤلاء هل يكون ذلك عبر إعادتهم فورا أو عبر المنظومة القضائية ولكن فيما يتعلق بالأراضي ربما يمكن أن يبقى المهاجرون فيها قبل العودة إلى المكسيك أو إلى ديارهم هل من المتوقع كم من المدة من الممكن أن يتم الإبقاء على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في هذه المراكز وإذا ما كانت مزودة بأي تجهيزات أساسية إنسانية من سيشرف عليها؟ لو أخذت الحكومة الفيدرالية هذه الأراضي فهي ستكون مسؤولة عن المراقبة طبعا المسؤولين عن أمن الحدود وعن كل ما يتعلق بالجمارك أو الحدود بشكل عام وهناك عملية أيضا كما أشارتم هناك أيضا مجموعات حقوقية داعمة للمهاجرين ستحاول أن تبطئ من عملية الترحيل أو التأكد من أن المهاجرين يمكنهم أن يحصلوا على نوع من المعاملة الإنسانية قبل الترحيل وحتى الآن هناك أيضا عمليات مقادات للمسؤولين عن الحدود ويحاولون أن يعرفوا كيف ستكون عملية الترحيل برأيك هل سيطرأ تغيير على آلية مسك الحدود؟ هل يكون هناك سيطرة تشغيلية كاملة عليها؟ إذا ما تحدثنا على سبيل مثال الأسلاك الشائكة الممتدة على طول نهر ريو جراندي عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هل سنلحظ تشددا أكثر لمسك هذه الحدود وغيرها من الحدود المحاذية للمكسيك لولايات أخرى غير تكساس؟ يعني هناك أيضا كاليفورنيا تحت تكساس، نيو مكسيكو، أريزونا الكثير من الولايات من بين هذه الولايات كاليفورنيا ونيو مكسيكو هي ولايات ديمقراطية وأعلنت أنها أو على الأقل نيو مكسيكو أعلنت أنها ستعارض عملية الترحيل الجماعي وبالتالي لا أتوقع أيضا من كاليفورنيا وهي أيضا ولاية ديمقراطية أن تساعد الرئيس العتيد في هذه العملية أما أريزونا فربما ستقدم دعما للرئيس المنتخب ولكن لا نعرف كيف لأن أريزونا أيضا دولة زرقاء رغم أن ترامب فاز في هذه الولايات أما في تكساس كما قلتم فإن الحكومة المحلية مستعدة لمساعدة ترامب جريغ أبوت الحاكم كان على فوكس نيوز وقال إن تكساس مستعدة لدعم عملية الترحيل والرئيس المنتخب ترامب ركز في حملة الانتخابية إلى حد كبير على هذه العملية وأعتقد أنه سيحاول أن يفي بوعده الآن ينتقل التركيز على أنهم سيبدأوا بترحيل المجرمين أو المتهمين بارتكاب جرائم من المهاجرين أما الذين يعملون هنا في أمريكا وغير متهمين بجرائم فربما يرحلوا في مرحلتين ثانية إن كانوا غير شاعين على ما يبدو أن انتخاب الرئيس ترامب أثار القلق والمخاوف لدى المهاجرين الغير الشرعيين من المكسيك فبدأت موجات بالتوافد من هذا البلد نحو الولايات المتحدة برأيك كيف سيؤثر ذلك على الوضع داخل الولايات المتحدة كيف سيدخلون عبر الحدود في هذه الفترة الزمنية التي ما يزال فيها الرئيس جو بايدن يتصنم مقاليد حكم الرئاسة أيضا كيف يسير نظام تعيين اللجوء خلال الفترة الحالية هل من الممكن أن يكتم تسريعه الرئيس بايدن بدأ يحاول أن يمنع الكثيرين من القدوم إلى أمريكا أعتقد أن هذه التدابير ستستمر مما يعني أنه سيكون هناك بعض السيطرة القافلة تأتي عبر المكسيك كما نعرف ولكنها تضم مواطنين من دول أخرى في أمريكا الجنوبية أو الوسطى طيب كيف يسير نظام تعيين اللجوء خلال الفترة الحالية الآن لو يأتي المهاجرون عبر تكساس تكساس لديها تدابير تتعلق بترحيل المهاجرين فورا هي قرارات اتخذها الحاكم أبوت منذ حوالي أربع أو خمس سنوات وهو سيعزز من هذه القدرات مع قدوم القافلة الجديدة أما إدارة بايدن فستتعامل مع هذه القافلة عبر منع الكثيرين من الدخول ورئيس بايدن انتقد في هذا المجال لأنه طبق هذه الخطة فقط منذ بضعة أشهر بدل أن يطبقها في السنة الأولى من ولايته ستكون هناك برأيي مشاكل تواجه المهاجرون وتكساس طبعا تعيدهم فورا وكان هؤلاء قد قطعوا نهر الريوغراند أم لا المهاجرون يحق لهم أن يسعوا إلى اللجوء السياسي يمكن أن يعتقلوا لتكون هناك عملية قضائية قد تؤدي أم لا إلى اللجوء ولكن هذا حقهم طيب اليوم في خطم إصرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الحد من المهاجرين غير الشرعيين هل سيكون هناك وبالتأكيد سيكون هناك عودة للحديث عن بناء الجدار ولكن مدى سهولة إقرار الأموال المخصصة لهذا الجدار تتوقع ستكون إنسيابية هذه المرة؟ طبعا الرئيس المنتخب لديه الأغلبية في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وبالتالي سيكون هناك برأي تمويل إضافي للجدار الحدودي وهو قد وعد بإنهاء بناء الجدار السؤال يبقى هل هو فعال وإلى أي حد ولكن أتوقع أن يكون هناك تخصيص أموال لبنائه وكما سبق وقلتم أيضا هناك مخاوف وأيضا عمليات مقادات لتبطئ هذه العملية من قبل كل من لا يريد ترحيلا جماعيا من تكساس أو باقي البلاد بالنسبة للولايات ذات الحكام الديمقراطيين كيف سيكون تنفيذهم لأوامر إدارة ترمب في هذا الملف ملف المهاجرين غير الشرعيين في حال لو رفضوا تنفيذ هذه الأوامر هل سيدينهم القانون أو هل سيجبرهم قانون الولايات المتحدة على ضرورة التعامل مع هذه الأوامر بدقة؟ الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن أمن الحدود في نهاية المطاف وبالتالي حتى في الولايات الديمقراطية كاليفورنيا ما نتوقعه هو ما رأيناه مع ولاية ترمب الأولى ستكون هناك مواجهة قوية مجدداً كل القون المتعلقة بالهجرة واحتجاز المهاجرين وضبط أمن الحدود هي تعود لصلاحية الحكومة الفيدرالية لذلك انتقدت حكومة بايدن بأنها لا تفعل ما يكفي في هذا المجال أيًا كانت الولاية المعنية الحكومة الفيدرالية هي التي تقرر كيف تتعامل مع المهاجرين وهي التي ستقرر أن ترحلهم مع ترمب سيد أغلر يعني إذا ما كانت لديك أي معلومات عن متى من الممكن أن يبدأ العمل بإنشاء هذه المراكز التي سيتم احتجاز فيها المهاجرين غير الشرعيين التكلفة المرصدة لها المدة المعينة وإذا ما كان هناك قوانين وقواعد محددة يجب أن تنشأ عليها هذه المراكز هل لديك أي فكرة تطلعنا عليها نعم بناء هذه المنشآت دائما يتطلب وقتا لا بد من القيام بعملية البيع والشراء والتعاقد مع الشركات التي ستبني المنشآت الرئيس ترام قال إنه سيبدأ بهذه العملية في اليوم الأول ما يمكن أن يسرع هذه العملية لو أن الحكومة الفيدرالية مع الرئيس الجديد ستوافق على هذه الأراضي في تكساس لو وافق على أن يأخذ الأراضي من ولاية تكساس فذلك سيسرع الأمور لأن الحكومة لن تضطر لشراء الأراضي من مواطنين وبالتالي العملية ستكون أسرع أما فيما تعلق بالتكليف فذلك يرتبط بنوعية المنشآت وقد تكون منشآت مؤقتة كما رأينا في ولاية ترامب الأولى كانت هناك منشآت مؤقتة للأضحال والقاسرين من دون أهلهم أما إن كانت ستدوم فذلك ستطلب تمويلا إضافيا ولكن مجددا الإدارة الجديدة ستسرع هذه العملية ممتنة كثيرا لك على كل هذه التفصيلات من تكساس جوليان أغلر مراسل صحفي من الحدود الجنوبية شكرا جزيلا لك على هذه التفصيلات إذن مشاهدين نوصل معكم هذا البرنامج الرئيس السابع والأربعون حيث وجه حاكم ولاية تكساس غريك بصحب الاستثمارات بالكامل من الصين وفي أقرب وقت ممكن تعاد أبوت على موقع X بحماية الولاية وخزينتها العامة من التهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني نتابع ولاية تكساس تتخذ عدة إجراءات لمواجهة التهديدات التي تثيرها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني إذ وجه حاكم الولاية غريك أبوت الوكالات الولاية في تكساس بسحب استثماراتها بالكامل من الصين في أقرب وقت ممكن كما أصدر آبوت أمرا تنفيذيا لتعزيز أنظمة الحكومة وحماية البنية التحتية الحيوية في تكساس من التهديدات التي تشكلها الصين لدينا الصينيون الذين يستهدفون الناس ويستهدفون الملكية الفكرية في تكساس لدينا أكبر شبكة كهرباء في الولايات المتحدة ومن المحتمل أن يتمكنوا من مهاجمة شبكة الكهرباء وإذا فعلوا ذلك فإنهم سيغلقون أكبر قطع للطاقة في الولايات المتحدة تكساس في المرتبة الثالثة عالميا من حيث إنتاج النفط وإذا أوقفوا كل ذلك فسيكون ذلك مدمرا للجوانب التشغيلية للولايات المتحدة يوجه الأمر التنفيذي وأيضا إدارة السلامة العامة في تكساس باستهداف واعتقال الأفراد الذين يشاركون في عمليات التأثير نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني للحماية من أي هجوم صيني محتمل نضعف جهودنا لاعتقال أي شخص في ولايات تكساس يمثل أي نوع من المشاكل الصينية ومن خلال التأكد من عزل جامعاتنا واستثماراتنا وكل الأشياء من هذا القبيل عن الصين جاء هذا الإجراء ردا على ما يعرف بعملية صيد الثعالب وهي برنامج حكومي صيني تزعم بكين أنه يهدف إلى استئصال الفساد من البلاد بيد أنه في الممارسة العملية استخدم أيضا لترهيب المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج ومضايقة النشطين الصينيين المؤيدين للديمقراطية وحتى إعادة المعارضين والمسؤولين الحكوميين قسرا في بعض الحالات وتؤكد السلطات في ولاية تكساس أنها لن تتسامح مع الإكراه أو المضايقات من قبل الحزب الشيوعي الصيني لأكثر من 250 ألف شخص من أصل صيني يعتبرون تكساس وطنهم بشكل قانوني أحمد الرهيد الحرة هيوستين تكساس كنا مشاهدين ما يخص موضوع الهجرة الذي تسلط عليه إدارة ترامب اهتماما كبيرا الآن هذه عودة إلى الحسن ومزيد من التفصيلات لما بعد الانتخابات الرئاسية إليك الحسن شكرا زينا بالفعل نعود مرة أخرى إلى التعيينات والأسماء المقترحة التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حيث اختار ترامب ليندا ميكمن الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة الترفيهية WWE لتولي حقيبة وزارة التعليم رغم تعهده في حملات الانتخابية بإلغاء هذه الوزارة التي يتنازع عليها من قبل التقدميون والمحافظون ويأمل ترامب أن تقود ميكمن جهودا تجعل أمريكا الرقم واحد في التعليم على مستوى العالم جدل جديد يثيره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باختياره ليندا ميكمن الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية WWE لتولي وزارة التعليم خاصة أنها لا يعرف عنها سجل حافل في مجال التعليم وهي نقطة أثارت قلق خصوم ترامب وبعض المحافظين في مجتمع التعليم الذين يفضلون وزيرا متخصصا يدافع عن قضيتهم حسب صحيفة واشنطن بوستا لكن ترامب يعول على نجاح جهود مرشحته المرء السبعينية والتي وصفها بالمدافع الشرسة عن حقوق الوالدين بقيادة جهد إصلاح منظومة التعليم أو ما أسماه باستعادة الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التعليم على مستوى العالم ترامب الرجل الذي يؤمن بتحقيق النجاح عبر اقتناص فرص العمل واكتساب الخبرات في الميدان أكثر مما يتحقق عبر الحصول على الشهادات العليا بلا خبرات يحاول أن يحقق تلك الرؤية في ولايته الجديدة حين أكد أن مرشحته ستستخدم خبرتها القيادية في مجال التعليم في ولايتي كنتيكات ومجلس أمناء جامعة القلب المقدس بذات الولاية لكل من التعليم والأعمال لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأمريكيين مواقف ترامب من وزارة التعليم كانت واضحة وحدة ومباشرة منذ البداية حيث أعلن الرجل مرارا عن نيته إغلاق وزارة التعليم معتبرا إياها غير فعالة وتفرض سيطرة مفرطة على قطاع التعليم وهو ما حذر منه المشرعون والخبراء ودعت خطته الانتخابية لتفكيك مبادرات التنوع في التعليم وخفض التمويل الفدرالي للمدارس أو البرامج التي تتضمن نظرية العرق أو آيدلوجية النوع الاجتماعي أو غيرها من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي وينتقد ترامب وزارة التعليم الفدرالية التي تأسست في العام 1979 في عهد كارتر باعتبارها مثالا على التحكم الحكومي غير الضرورية ورغم الإنفاق الحكومي الكبير ما زالت نتائج التعليم متأخرة على حد قول ترامب أيضا سيطرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة على نقاشات النسخة الثالثة من قمة المرأة العالمية التي عقدت في مقر صحيفة الواشنطن بوست النقاشات التي ركزت على مستقبل النساء السياسي في الولايات المتحدة شاهدت تباينا في وجهات النظر بين شخصيات نسوية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وسط حضور كبير عقدت القمة الثالثة للمرأة العالمية في مقر صحيفة واشنطن بوست حيث هيمنت نتائج الانتخابات الرئاسية على النقاشات هناك الكثير من الناخبين لم يصوتوا في هذه الانتخابات ربما لو شارك هؤلاء في بعض المقاطعات لفازت كامالا هاريس وفازت ديمقراطيون في النواب والشيوخ ولكن هناك عدة عوامل جديدة في هذه العملية من بينها وسائل التواصل الاجتماعي كان يتعين علينا أن نتأكد من تشجيع الناخبين أكثر على المشاركة وعندما ننظر إلى المؤشرات يمكن أن نرى انعكاس تأثير هذه العوامل أعلى النتيجة كثير من النقاشات خلال جلسات القمة تناولت دور المرأة ومستقبلها ومستقبل قضاياها في الولايات المتحدة بعدما لعبته في التصويت في الانتخابات وفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب صحيح أن البعض كان يتلقون صفات معينة على الرئيس المنتخب دونالد ترامب لكن الشعب الأمريكي أعلن رفضه لها أقول للديمقراطيين أن الشعب مل من محاضراتكم الأمريكيون يريدون أن نستمع إليهم وإلى قضاياهم ونحن هنا في معركة للتغيير هذه الانتخابات أوضحت مؤشرات ديمغرافية وجغرافية عن كيف فاز الرئيس دونالد ترامب باكتساح وعلى الرغم من منافسة نائبة الرئيس كاميلا هاريس لكنه خسر 7% فقط من أصوات النساء الديمقراطية هي حرية الاختيار لذلك فعليك أن تعرف ما تختارين ومن تختارين لذلك أن كنت مرتاحة للغة المستخدمة في الخطاب ولطريقة المنافسة التي جرت يتعين أن تعرف أنك تعدين جيلا جديدا وقد يكون بيننا الآن شباب أصغر سنا ولنأمل في أن يحترم هؤلاء الشباب الاختلاف بينهم كل ما نحتاجه هو الاحترام وتضمنت جلسة القمة مناقشة قضايا عدة بدء من الهجرة والاقتصاد في الولايات المتحدة وحتى الحرب في غزة ولبنان في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان عالميا تركز قمة النساء العالمية الثالثة على دور المرأة في الابتكار والتغيير في عدة مجالات غلب عليها الطابع السياسي هذا العام سارة نور الدين الحرة واشنطن قالت صحيفة نيويورك تايمس أن مشرعين ومستشارين أمريكيين يبحثون خفض تمويل برنامج الرعاية الصحية ميديكايد وضافت أن تغييرات المقترحة للبرنامج تطرح كوسيلة لتمديد قانون خفض الضرائب الذي الشارع في إدارة ترامب الأولى أوضحت أن إحدى المقترحات تتضمن اشتراط العمل للحصول على الرعاية الصحية وأشارت إلى أن برنامج ميديكايد يوفر الرعاية الصحية لنحو نصف الأطفال الأمريكيين وضحت أن كل فتاة بلغت العام الماضي 880 مليار دولار وأكدت أن زيادة المستفيدين من البرنامج جعلت هدفا رئيسيا للمشرعين الجمهوريين أن يتعاملوا معه اشتركوا في القناة كذلك تستعد النقابات العمالية في الولايات المتحدة لمواجهة خطط رئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن تقليص القوى العاملة الفيدرالية عبر استحداث لجنة أطلق عليها الكفاءة الحكومية والتي سيتولى مسؤوليتها الملياردير إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك رامسوامي وتوقع راندي إيرين رئيس الاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين وهي أقدم نقابة فيدرالية أن تكون علاقة ترامب مع نقابة الموظفين الفيدرالية فتيرة للغاية مرجح أن تتضمن إجراءات عقابية للموظفين الفيدراليين ونقابتهم وأكد إيرين في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست أن الاتحاد سيلجأ للقضاء في حال عملت إدارة ترامب على إضعاف تمثيل النقابة أو إعفاء الموظفين الفيدراليين من وظائفهم كما فعلت خلال فترة رئاسته الأولى قال إيرين أن النقابات العملية انتابها قلق شديد محذرا من احتمال توسيع استهدافها للموظفين الفيدراليين خلال السنوات الأربع المقبلة الحلقة انتهت الجمعة يتجدد الموعد من كل أسبوع شكرا جزيلا لكم على كرمي وطيب المتابعة لمتابعة حلقة هذا الأسبوع إلى لقاء